فضيلة الشيخ هذا السائل يقول طالب العلم متى يلقي الدروس وما ضابط العلم الشرعي مع جوري يا أخي يلقي الدروس حسب ما يتيسر له إن كان دراسة نظامية يلقيها حسب الجدول وإن كانت دراسة غير نظامية في المسجد مثلا فعلى حسب ما يتيسر له ويتسنى له أن يلقي الدروس ولكن لا يلقي الدروس إلا من هو عالم ما يلقيها متعالم أو يلقيها مبتدي ما يلقي الدروس على الناس خصوصا في المسجد إلا عالم متمرس في العلم يعرف كيف يلقي الدروس ويفسر الآيات ويشرح الأحاديث ويتكلم على كلام ويشرح كلام الفقهاء هذا يحتاج إلى قدرة علمية نعم